أطلق ناشطون في الولايات المتحدة الأمريكية حملة إلكترونية للضغط على أعضاء الكونجرس لإلغاء الدعوة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو لإلقاء خطاب في الكونجرس في الشهر القادم وطلب النشطاء وأعضاء الكونجرس بإلغاء الدعوة التي أرسلت لنيتنياهو أو أرسلت له أو بمقاطعة خطابه أمام الكونجرس إذا ما بقيت الدعوة كما طالبوا بضرورة وقف الدعم المالي والعسكري المفتوح وغير المشروط لهذه الحكومة الإجرامية كان نواب من الحزب الديمقراطي قد أعلنوا سابقا مقاطعتهم للخطاب الذي جاء بعد دعوة من رئاسة مجلسي الشيوخ والنواب لنيتنياهو ضمن مسعيهم لتقديم المزيد من الدعم لحكومة الاحتلال